في إقليم كردستان يبحث وفد من الحكومة الاتحادية يرأسه وزير النفط عبدالجبار العابي يبحث عددا من الملفات المشتركة بين بغداد وإربيل وقالت مصادر السحفية أن وفد بغداد الذي وصل إلى إربيل ضم وزراء كل من التربية والزراعة والكهرباء ووكيل وزارة المالية مضيفة أنه من المقرر أن يبحث الجانبان الملفات المشتركة والمسائل العالقة بينهما واستقبل الوفد وزير ثروات الطبيعية في الإقليم أشتي هورامي وعددا من الوزراء والمسؤولين في حكومة الإقليم